تعمل للقضية الفلسطينية والأزمة التي تواجهها مع نقل السفارة الصهيونية للقدس وسقوط آلاف القتلى والجرحى من المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرات العودة يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعا طارئا في القاهرة لبحث الأزمة اجتماع جامعة الدول العربية يهدف إلى صياغة رد موحد لمواجهة التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين بعد مقتل عشرات المتظاهرين وجرح أكثر من ألفين في ذكرى النكبة التي تزامنت مع احتجاجات على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وعلى أمل اتخاذ رد يوازي خطى إجراءات أمريكا والاحتلال يترقب المسلمون حول العالم انطلاق قمة دول منظمة التعاون الإسلامي الطارئة في مدينة إسطنبول يوم الجمعة التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الدورة الثالث عشر لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بحث التطورات الخطيرة جارية في فلسطين ومواقف وخطوات الدول الإسلامية من أجل الدفاع عن قضية فلسطين والقدس عبر التعاون والتضامن مع الدولة الفلسطينية وشعبها وتنتظر جموع المسلمين حول العالم اتخاذ الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي موقفا حاسما مشتركا على الهجمات الصهيونية ضد الفلسطينيين وحقوقهم ويتوقع مشاركة عدد كبير من زعماء ورؤساء وحكومات الدول الإسلامية في قمة إسطنبول